وزير الداخلية يعلن عن تقديم بطاقة الدفع لطالبي اللجوء على مستوى النمسا بعد ما كان هناك تجربة لموضوع بطاقة اللجوء دي ووضع الاربين ايرو كل شهر كان في مقاطعة فيشتير في مقاطعة النمسا العليا حاليا دلوقتي وزير الداخلية بيعلن ان تقديم بطاقة الدفع لطالب اللجوء على مستوى النمسا الاستخدامات في الحياة المعيشية لكن بيقفلوها فبعض الاتجاهات ان يكون هناك الاستفادة بيها بطرق غير مشروعة تعليق حضرتك على الخبر ايه يعني بصراحة هذا الموضوع يعني حتما بس ثواني شوي يعطينا هيك حبة وقت لو سمحتوا بس نفتح الخبر طبعا يعني بعد ما صال وجاء لسيد جرهة كارنر اخيرا توصل لهذا الانجاز الرهيب واللي بيقوله فعليا في انه 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 فعليا سيتم تعميم بطاقة اللجوء على جميع طالبي اللجوء واللي هي عبارة عن بطاقة بيقدر طالب اللجوء من خلاله يحصل على الميزات الاجتماعية طبعا في هذا الخبر غير ملزم للمقاطعات حتى نكون نحن واضحين الخبر هو فعليا النبسى السفلة اشتايا مارك اعتقد والعليا نعم والعليا نعم هني اعلنوا اعلنوا ودول اتنين موجود فيهم حزب الحرية شريك في الادارة بتاعة المقاطعاتين نعم نعم صحيح ترجمة نانسي قنقر